والله ما زي زيك يا عزيزي خلص الدربات الجزاون عاكي اه ببص كده وقاعد مصدوم كده وحاسس ان النظرية اذا ما نكافيتش النظرية الكرواتية بتتطبق حاسس كده ان هشوف الوزيرة بتاع الكرواتية جاية في النهائي لبسة تشيرت بتاع الكرواتية بتحضن لوكا بمدريتش في حضنها ولا هتزعل يا لوكا ولا هتبكي يا لوكا ان شاء الله لما توصل 41 سنة ان شاء الله تعود ومش عارفين وببصت لها بعد شهر ولا شهرين لوكا مدريتش خد احسن لعب في العالم واستلم البلندور احنا في 2018 ولا في 2022 يا عزيز وتحس كمان انت بتتفرج على المنتخب الكرواتي ان هو متضرب على ضربات الجزاون اخر تسعى مواجهات للمنتخب الكرواتي وعبالك في الادوار الاجسائية في كاس العالم فاز منهم 8 ضربات جزاون لازم تلعب 120 دقيقة ولازم تقدم الكلاحة القروية واحد يقول لك لا يا عم انا كنت عايز البرازيل يا عم انا كنت عايز اتفرج على البرازيل الله كاس العالم متعته ان انت تشوف منتخب زي البرازيل يخرج ليه الواحد يقول لي انت يعني من مواليد برازيليا ولا ما لا انا مش عايز اتفرج على العكم التكتيكي اللي بيقدمه المدرب بتاعك الوادي ولكن تيتي النهاردة حسب الله نعمل وكيل فيه يعني انت حتى التغيرات بتاعتك مستفزة وبعدين ايه الشعر الاصفر ده هو لازم اللعيب اللي ينزل في خط الهجوم لازم يكون سابق شعر اصفر هم رايحين يحضروا كتب كتاب امك ولا في حين عندهم بكرة ولا في عيد هو بكرة عيد يعني انت خرجت فينيسي الجونيور اه اي نعم الوادي اللي اسمه يورانوفيتش دوت وكلهم اتش عيلة اتش كلها يعني ولكن يورانوفيتش الباكل ايمين بتاع المنتخب الكرواتي ادر انه يقلل من خطورة فينيسي الجونيور لكن انت لو بتتفرج على فينيسي الجونيور في مع ريال مدريد تلاقيه طول المباراة كده مختفي وطول المباراة عمال يضيع وعمال مش عارف ايه وبتاع وبصت ليه في ثانية واحدة خلالك فرصة واجاب لك جون انت استعجلت بتبديل وبعدين جاي يتنزل مين بتنزل رودريجو عشان شابغ شعره اصفر ونزل رجليه بتخبط وطب بتنزل مارتنيل لا ده رودريجو نازل مش قادر يلمس كرة يعني ولا قادر يجري بالكرة ولا بتاع لوكا مدريدش بيقوله معادنا اخر الشهر في اليان مدريد وحبالك لقينا رودريجو ويع على الارض ومش قادر وكان عايز الاسعاف تشيله وبتاع راشلسون عشان يطلع يبقى ينزل مكانه جابر الخصوص جابر الخصوص مصاب ما تنزلش لا بيلعب في الدور البرازيل بدروا مين يا عم ده انا ما عرفوش وربنا انا اول مرة اشوفه بدروا ايه ده اه رافين يا النهارده عشان نحيص 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 بيلعب ناحية المين بيلعب ناحية الشمال تحس ان هو يديك ماتش وعشار او بتاع انطونيو ينزل حرك الجابهة اليمين بتاعت المنتخب البرازيلي ولكن برضو انت بتتفرج النهارده لقى نيمار جاب الهدف في الشوت التالت مين اللي عمله الهدف باكيتا ام كافئ باكيتا واخد بالك مطلعه ومنزل اللاعب الاسمه فريد وبعد ما نيمار جاب الهدف الاولاني لقى الشوت الرابع المفروض ان المنتخب البرازيلي يلعب المنتخب البرازيلي رافض انه يلعب المدرب بتاع كرواتيا السوسا ابن السوسا وبعدين في لعب عنده يعني اسمه غريب او اسمه سوسا ما كل اللاعب عندها اتشي 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 حتى حارس المرمى دوت حارس المرمى ده حارس مرمى مش طبيعي حارس مرمى خرافي المفروض يتحلل له والله العزيق حارس مرمى تحس كده ان هو من ايام الزمن الجميل الراجل بيتوقع الكورة قبل ما تشطه بروح عليها الراجل في المباراة ده صد عشر تصديات في المباراة عشر تصديات بعدين بيصده برجله اليمين وبرجله الشمال وبإيده اليمين وبإيده الشمال وبراسه وبوشه بتاع شالتها زيدة من نمار شالتها زيدة من راشلسون جنن الوادي اللي اسمه فينيسي الجونور برضو شاط عليه كرة وبتاعه ولكن حارس المرمى النهاردة هو اللي صعد به المنتخب الكرواتي نص نهاية داخل تلعب اول ضرب الجزاء بتلعب رودريجو اللي كان نازل مش واصك في نفسه من اول المباراة يعني حتى اختياراتك للعيبة ان هما يبدأوا بضربات الجزاء اختيارات غلط مارك نيوس اللي الهدف اللي هو دخل بسبب وخبطت في رجله وعكست على ألسون بيكر بيلعب ضربة الجزاء وهو برضو ملعوب عشان يلعبها في العرض ولكن حارس المرمى الكرواتي النهاردة عمل مباراة قوية جدا هو طبعا احسن لعب في المباراة اللي ما رفش مين ياخدها ولكن غالبا هو ياخدها ولوكا مودريتش تحس ان لوكا مودريتش ايه ده لا فارق معه سن ولا فارق معه اي حاجة بلا سبعة وتلاتين بلا سبعة وعشرين بلا اي حاجة لوكا مودريتش النهاردة في خط النص بسم الله ما شاء الله تحس ان لوكا مودريتش قادر انه يلعب لحد كاس العالم الفين ستة وعشرين اللي جاية والله العظيم كرواتيا النهاردة كذبت معركة خط النص لعبت حلوة قوي ولكن الخط الثالث بتاعه اللي هو بريزيتش دوت والاثنين اللي معاه الخط اللجومي ما كانوش بيقدموا اي حاجة كان الاستحواز سلب كان الاستحواز كله ان هما يقللوا من خطورة المنتخب البرازيلي اللي تحس ان نهاردة كانوا بلعبوا بلا مركزية وبلعبوا بدون خطة بلعبوا بكل اريحية وهبالك ده عمال يضيع اعتلاق الابتسامة السمجة بتاعة كاسميرو عادي مفيش مشكلة ما احنا كده كده هنكسب في الاخر دي نيسي الجونيري يشوته كرة تصد برضه يضحك نمار عمال يبتسموا بتاعه ولكن نمار النهاردة جاب جنبل السيشان نمار وانت بتتفرج النهاردة جاب جنبل السيشان ونزعله انا بيني وبالنفسي زعلان ان واحد زي نمار خرج لانكاس العالم واهبالك ونشوف المدرب اللي هو بتاع كرواتيا بالتين بتاع كرواتيا هم اللي بيكملوا في النصف النهائي وناسها تقعد تقولك لا يستهلوا لا مش عارفة يا عم احنا عزين المتعة يا عم احنا بنتفرج على المتعة لا حضرته كرواتي لم تكرواتي ولا انا برازيلي بس انا كنت عايزة يا عازى اشوف هذه النجوم ك blood بحب اشوف رأيتهم بحب اشوف فرحتهم بحب اشوف الاب بتاعه مشجاعة كانت ثايمة المباراة عمالها تثبت عليها ثايمة كل حاجة الدنيا توولو بتاع الجمهور معهم بالترى والجمهور بالتائب والجمهور والبراديلي جمهور معهم ما يمشي الشواز الآلان والجبل الجمهور بتاعها الكرواتيا وحتى ملك الجمال بتاع الكرواتيا هم يquelaتبعها هنشوف ايه تاني يعني؟ ملكة الجمال اللي كان بتصبرنا شوية على المنتخب الكرواتي اللي كان بيقدم كلاحة كروية كل مباراة لازم يلعب ضربات جزائية يعني عملتها مع المنتخب الياباني السنادي بتعملها مع المنتخب البرازيلي ولكن المنتخب البرازيلي برضو كان فيه برضو يعني تحس كده نوع من أنواع الاستغطار بتاعت اللعيبة ولكن حتى لما جبته الجون معرفتهش تحافظه عليه المدرب بتاع كرواتيا كان زاكي حتى التبديل اللي عامله يعني الوادي اللي جاب الجون ده كان لسه نازل أروزيتش دوت وخبالك ده لسه نازل ما كانش بيلعب ولا اي حاجة طلع واحد من عائلة اتش ونزل أروزيتش عشان أروزيتش يشوته الكورة تغبط في ماركليوس وألسون بيكر أول اختبار أول تزديدة تشاط على ألسون بيكر بهدف والجون الثاني اللي عمال يتبعك يمينه ويشماله وبتاعه وعمال يصده بتاع عدالة السماء لأن المفروض اه حارس المرمى دوت المفروض ان هو ما يخرجش كل حاجة ولكن احنا ما شفناش هجوم للمنتخب الكرواتي والنهاردة خط النص اللي هو كان بكياد باكيتا وكاسميرو حتى دانيليو كانوا بيشتغلوا كرواتيا على الناحية اللي كان فيها دانيليو الناحية الشمال تقريب لان دانيليو كان بيضم مع نص الملعب وكان بيسيب الحتة ديه ولكن مفيش خبرات هجومية عند المنتخب الكرواتي هو منتخب مش عايزي خلص منتخب متربي على انه يلعب ضربات جزاء ويقدم كرة موملة وفي الاخر الناس هتوقت تقولك في الكومنتات لا يستهلوا لا مش عارف ايه بل احنا عمل لنستهل